ورواه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن شعبة بن الحجاج بنفس الإثناد عن شعبة بن الحجاج عن منصور عن الربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري وإثناد أبي داود رحمه الله فيه لطيفة وفيه قصة تتعلق بسرده وهي قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله وهو من تلاميذ الإمام المالك ومن خواص تلاميذه وهو شيخ البخاري ومسلم وشيخ أبي داود أقل عليه عبد الله بن مسلمة القعنبي هو شيخ من شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبي داود وهو أوثق من روى عن الإمام مالك يقول يحيى بن معين رحمه الله أوثق من روى الموضطأ عن الإمام مالك هو عبد الله بن مسلم القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي كان سبب هدايته هذا الحديث يحكي عنه يحكي عنه بن قدامة في كتابه التوابين أي قدامة